نضم إلينا من بغداد مرسل الغد محمد فاضل محمد تابعنا اليوم خطاب للرئيس العراقي يعلن ترشحه من المرة الثانية بداية كيف قرأ العراقيون هذا الخطاب؟ نعم سهام غالبا ما كان منصب رئيس الجمهورية غير مهم للعراقيين وهنا أقصد المواطنين العراقيين وليس الأحزاب السياسية لكن على ما يبدو أنه مؤخرا بدأ العراقيون يهتمون جدا بهذا المنصب على الاعتبار أن من يتنافس على هذا المنصب هم حزبان متنافران ولهما بصمات في الواقع العراقي وبالتالي العراقيون يرون بأن هذا صراع حزبي بحت كردي قد يؤثر على منصب رئاسة الجمهورية قبل أن يؤثر على الأوضاع في البلاد على الاعتبار أن منصب رئاسة الجمهورية أصبح مؤخرا منصبا له قيمة وليس كما كان سابقا بأنه منصب فخري وشرفي فقط لا له قيمة وأيضا منصب رئاسة الجمهورية قد يمكن من يتولى هذا المنصب يعني الذهاب إلى إعلان الكتلة الأكبر أو ترشيح مرشح الكتلة الأكبر تشكيل حكمه وسيكون داعما له لذلك العراقيين متبينين في مسألة ترشيح صالح من هوشير زيباري هناك فئة كثيرة ربما تفضل صالح وهناك من يقول لا على الأثنين أن لا يترشحا إلى منصب رئاسة الجمهورية وأن يكون مرشح جديد وغالبا ما يرى العراقيون أن يكون مرشح مستقل وليس حزبيا لكن الأمور تسري أو تجري في السياسة العراقية على أن يكون رئيس الجمهورية هو من المكون السياسي الكردي بالذكرك الصراع الذي يراه العراقيون داخل البيت الكردي لماذا جاء هذا الخطاب لبرهم صالح في هذا الوقت؟ هل من دلالات خفية يحملها؟ بالفعل سيهم هناك أكثر من دلالة حملها هذا الخطاب لكن على مستوى الوسط السياسي والشعبين قسموا إلى قسمين أو رأيين الأول يقول بأن هناك قد يكون هناك توافق ما بين الأحزاب الكردية مبدئي ربما سهل لصالح بأن يعرض نفسه أو يعرض من خلال شاشات تلفزيون ما قام به وأيضا بأن يعلن ترشيحه بشكل مباشر وهو رأي ضعيف نوعا ما الرأي الثاني بأنه صالح يريد كسب عطف العراقيين من الشعب قبل كسب عطف السياسيين لذلك جاء في خطابه مجموعة من النقاط أن يكون الرئيس رئيسا وليس مرؤوسا وهنا يقصد سيد هوشل زيبري على اعتبار أنه لديه رئيس حزبي وأيضا قال بأن يكون الرئيس ذو صلاحية وطنية وهو يقصد نفسه أيضا وعاد وكرر وقال أن سيادة البلاد من سيادة الرئيس على اعتبار أن صالح لديه القدرة على العمل مع حلفائه السياسيين النقطة الثانية والمهمة سهام أن أغلب الفئات العربية في الوسط والجنوب ربما لا ترغب بالسيد هوشل زيبري أحصدنا كمواطنين لا ترغب بالسيد هوشل زيبري على اعتبار أن السيد هوشل زيبري كان لديه تجربة في الحكومات السابقة وأصبح من المجربين الذين لم يعطوا شيئا للعراق لذلك هناك رأي بأن ربما يراهن صالح رغم حظوظه ضعيفة يراهن على المدى الشعبي قبل أن يراهن على المدى السياسي شكرا جزيلا لك محمد فاضل مراسل الغد على جميع هذه التوضيحات كنت معنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر